ألم بكم البداية من الحرب في أوكرانيا حيث أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الروسية وتعهدت بمزيد من العقوبات التي ستقود الاقتصاد الروسي إلى الانهيار في حين تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات جديدة على الولايات المتحدة وأوروبا ردا على العقوبات التي فرضت ضد بلاده وأكد أن العقوبات الغربية لن تؤثر على المدى القريب على اقتصاد بلاده استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تؤدي إلى هذه الحرب في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة وقال الرئيس الأمريكي بايدن أنه لن يدخل حلف النيتو في مواجهة مسلحة في أوكرانيا من جانبه يطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حلف النيتو بفرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سياق آخر أعلنت وكالة الفضاء الروسية دمتري رغوزين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولي أرحب بضيفية في الستوديو طارق نعيمات الكاتب والإعلامي وعبدالله ولد سيديا الكاتب والإعلامي أهلا بكم وأبدأ معك عبدالله ولد سيديا ماذا تعني عقوبة أمريكية جديدة؟ ألم تكتفي إدارة بايدن بعد؟ أنا أعتقد أن العقوبات بمناهي السلاح الوحيد تقريبا في يد الإدارة الأمريكية فهي لا تكتفي ولا تشبع من استخدام هذا السلاح خاصة كلما تمت مطالبتها باتخاذ إجراءات الآن كان هناك حديث متكرر لمطالبة الإدارة الأمريكية بفرض منطقة حضر جوي فوق أوكرانيا من أجل منع سقوط المدنيين في هذه المعركة غير المتكافية وكان رد بايدن واضح نحن سنذهب إلى المزيد من العقوبات ولن نستطيع فرض هذه المنطقة هذه معادلة كوميدية في الحقيقة يعني زيلنسكي تحت القصف يقول لهم أنشئوا منطقة حضر جوي فيخرج بايدن بعدها بساعات يفرض عقوبات اقتصادية تماما لأنه ليس بيده إلا ذلك سؤال وجهه تماما هل تستطيع الإدارة الأمريكية فرض منطقة حضر جوي بايدن كان واضح عن البارحة قال منطقة حضر جوي تعني حرب عالمية ثالثة بالتالي العقوبات الآن تفصيل هذه العقوبات ربما أيضا له دلالاته أعتقد أنها ذهبت من الحيز العام لمعاقبة روسيا كدولة إلى معاقبة أحد الأفراد والوليغارشية القريبة من بوتين وأعضاء البرلمان إلى ذلك وتفصل ويات المتحدة الأمريكية في ذلك وتعتقد أنها تؤذي الطرف الآخر لأنها عندما تجمد حسابات عندما تستولي على أصول مملوكة لهؤلاء فهي في الحقيقة تضر الدائرة القريبة من بوتين لكن عمليا في أوج المواجهة والحرب والصراع بالحديد والنار لا أعتقد أن العقوبات هي أسلوب الأمثال هذا سؤال مهم في تقيقة لك طريق هذه العقوبات هل تؤثر على روسيا وحدها أم تؤثر على الغرب وعلى الولايات المتحدة بالطبيعة الحال هي تؤثر على الطرفين لكن على روسيا طبعا هي ستكون لها نصيب الأسد من هذه العقوبات لأن هذه العقوبات أو سياسة الضغط الأقصى للعقوبات الآن العقوبات المفروضة على روسيا موازية للعقوبات المفروضة على إيران وهي تقريبا وصلت إلى حدها الأقصى لم يبقى فقط إلا قطاع الطاقة والنفط والغاز وهذا محكوم طبعا من معادلة معقدة من السياسية واقتصادية لذلك روسيا متضررة جدا على المستوى الاقتصادي روسيا متضررة جدا على المستوى التكنولوجيا روسيا إذن كانت تحاول اللحاق في الغرب سابقا في خلال 20 سنة الماضية الآن باتت المهم عليها أشبه المسحيلة طيب إن كانت روسيا متضررة لماذا استيقض المواطن المقيم في بريطانيا ليجد أسعار البنزين ارتفعت من جنيه ونصف إلى جنيه وثمانين طبيعة الحال هي معادلة الاقتصادية تصيب الجميع لكن الآن أولا إنتحاد أوروبيا والولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية كدولة مختفية أصلا بالنفط لا تحتاج إلى استيراد ولا يتستورد فقط بالنسبة قليلة هي مكتبية ذاتيا بل وتصدر بالنسبة لأوروبا هي المتضررة الأكبر لكن كانت الآن استراتيجية الأوروبية عام ٢٠٢٨ عام ٢٠٩ التحول للطاقة الخضراء هو الاستغناء تماما عن النفط الروسي وهي بذلك حقيقة الظرف الموجود الآن سيعيد قلب المعادلة الاقتصادية يعني كانت أكبر نقاط ضعف الأوروبيين أمام روسيا هي نقطتين هي موضوع الموضوع العسكري وموضوع الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية الآن الظروف الجديدة ستكيف السياسة الأوروبية نحو طاقة خضراء أكثر ونحو الاستغناء تماما عن الطاقة الروسية ده بيطرح سؤال مهم عبد الله وهي فكرة في الساعة الأولى في الأيام الأولى لهذه الحرب بعد ٢٤ فبراير كنا جميعا نعلم ما هي الأهداف من الطرفين ماذا تريد الولايات المتحدة والغرب وماذا تريد روسيا بعد هذه العقوبات ما هي أهداف الولايات المتحدة أنا أعتقد أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية هو رفع الكلفة في أوكرانيا هو جعل أوكرانيا المستنقع الذي يغرق فيه بوتين إلى الأبد وأعتقد أن الأمريكان والأوروبيين حتى بريطانيا تحديدا ندموا على أنهم لم يعاقبوا بوتين منذ أيام جورجيا في 2008 عندما ساهم في انفصال أوسيتي الجنوبية وإفخاني هل كان هذا الهدف منذ البداية؟ أعتقد أنه منذ البداية لم يعتقدوا بأن بوتين ذاهب الاجتياح كامل لأوكرانيا عندما ذهب إلى الاجتياح الكامل لأوكرانيا كان هناك إصرار على جعل أوكرانيا درس لفلاديمير بوتين وهذا الإصرار والتصميم أعتقد أنه سيوصل الأمور إلى حافة الهاوية في المواجهة بين الطرفين هي أشبه بلعبة عدل الأصابع من يتألم يبكي أولا لكن القصة التي تطرحها في فكرة رفع الكلفة ماهذا يؤكد الاتهامات للغرب والولايات المتحدة أنهم يحاربون روسيا حتى آخر جندي أوكرانيا لا هم يحاربون روسيا حتى آخر جندي أوكراني وكان بإمكانهم أن يحاربوها حتى آخر جندي سوري لكنهم رفضوا وعندما رفضوا الآن هناك تسارع في خطوات لم تكن في الحسبان تزويد الأوكرانيين بمنظومة جافلين المضادة للضروع في ليام الأولى للحرب تزويدهم بمنظومة استينغر المضادة للطائرات تزويدهم بطائرات بدون طيارة وفتح المجال لتركيا لتوزع البيراقدار كالحلوى في أوكرانيا كل هذا كان غير مسبوك ولم يكن يدور بخلط أحد أنه يحدث وحدث من أجل رفع الكل فأنا أعتقد أن هذا كان له دور كبير روسيا أرادت عملية نظيفة سمتها حتى العملية العسكرية الخاصة عملية خاطفة أسلوب الحرب البلتسجريغ الذي ابتدعه الألمان الجنرال كايتل في الحرب العالمية الثانية أرادت أن يشبه اجتياح أوكرانيا ما فعله الجيش السادس في بلجيكا وهولندا والالتفاف على خط ماجينو في فرنسا لكن ذلك لم يحدث بسبب أن الأوكرانيين لم يكنوا لوحدهم في هذه المواجهة على قلب العتاد وعندما وقف الأمريكان والبريطانيين من قبلهم قالوا نحن لن نحارب في أوكرانيا برجالنا ولكننا سنحارب بالسلاح وأصبح اللعب على المكشوف في هذه المرحلة أنا أعتقد أن هذا الأسطوب هو الذي أرغم بوتون وأرغم روسيا أرغم كبرياء العسكرية الروسية على التريذ في الاحتلال لم تعد بنفس الوتيرة طيب جميل طريق عندما لو نتخيل أننا نجلس مع أفلاد أمير بوتين الآن ونستمع إلى الرئيس الأمريكي يقول لن نذهب إلى حرب عالمية ثالثة لن يحدث هذا التصعيد أليس هذا ضوء أخضر لروسيا أن تمعنا في الحرب والتقدم نحو كيف؟ طبعا بطبيعة الحال الغرب يظن أنه روسيا استراتيجيا هي الخاسرة والحقيقة أن هذا حسب قد تكون صحيحة لحد بعيد لن ندري طبعا الأحداث ستتطور لنعلم ما الصفقات التي سيتم إبرامها ولكن الذي يدفع الثمن أكثر الآن هو هم الروسيين والأكران بطبيعة الحال هم الجانب الإنساني لأن الآن بوتين كما انصعد على الشجرة بدون خطة خروج يعني مشكلة الحرب تستطيع أي دولة عظمه تفوق عسكريا زي روسيا الصين والولايات المتحدة الحرب بمكل سهولة المشكلة باستراتيجية الخروج ووضوح الأهداف الحرب بوتين يريد أن قال ينزع سلاح أوكراني ماذا يعني ينزع سلاح أوكراني بي بطبيعة الحال يعني يعيد صياغة النظام الأكراني لنظام والي له هذا يتطلب منه وجود عسكري على مدى الطويل وجود عسكري على مدى الطويل يعني وجود قوات على الأرض هذه القوات على الأرض ستكون عرضة لمقاومة أوكرانية الشارسة مدعومة اقتصاديا وسياسيا وعالميا من بلوك كامل هو البلوك الأقوى في وجه الكرة الأرضية بلوك دول غربية والولايات المتحدة روسيا لم تستخدم كل قواتها العسكرية بعد صحيح ولا ربع عنها صحيح صحيح لم تستخدم قواتها العسكرية يعني وسنرى شراسة روسية في الأيام يعني الجميع تحدث عن المقاومة الأوكرانية المقاومة الأوكرانية يا سيدي روسيا لم تنزل الملعب بعد كما يقال يعني أوكرانيا هدف سهل عسكريا أصلا أمام روسيا وحتى أمام غير روسيا الجيش الأوكراني قبل خمس سنوات كان مئة ألف فقط يعني دولة مثل أردن خمس مليون الجيش عندها مئتين وخمسين ألف مثلا يعني بعد هو غزو بوتين للقرم فقط ضعفوا الجيش من مئة ألف إلى مئة وعشر مئتين ألف وأصلا تسليح تسليح مثلا سلاح الجو ومنظومة سوفيتية مهترئة قديمة لكن المشكلة في يعني كهدف عسكري سهل أوكرانيا لكن المشكلة الآن ماذا بعد الآن الانتصار العسكريا روسيا استدامة الانتصار العسكريا روسيا الآن روسيا ستقع بفخ الاحتلال الاحتلال يعني إدارة الحياة يومية غاز ماء كهرباء لأربعة وربعين مليون أوكراني ما طبيعة النظام السياسي الذي ستفرزه روسيا هل تريد نظام موالي لها؟ أكيد ستريد نظام موالي لها من سيحمي هذا النظام؟ يعني إذا الكورانيين رفضين لهذا النظام ما الذي سيحمي؟ الذي سيحميه هم الروس والروس سيضطرون إلى وجود عسكري طويل هذا سؤال مهم في الحقيقة ما تفضل بيطارك عبدالله فكرة حرب طويلة في الأمد استنزاف روسيا على الأرض حتى وهناك سيناريو آخر أن هناك شخص سيخطئ ويضغط على زر الحرب النووية وبالتالي حرب العالمية ثالثة أي السيناريو هنا أقرب؟ لا أعتقد أن السيناريو الحرب الطويلة في الأمد هو الأقرب السيناريو الشخص الذي سيضغط على زر النووي يعتقد أنه حاليا مستبعد ولسبب بسيط لأن هناك تنسيق يومي بين البنتاجون غرفة عمل مشتركة بين البنتاجون ووزارة الدفاع الروسية حتى تحديد إحداثيات طيران السلاح الجو الروسي ويقصف الأوكرانيين طبعا الأوكرانيين يعرفون ذلك حتى لا يدخل مثلا أجواء حلف الناتو هذا التنسيق وهذا الخط المباشر سيمنع عمليات الاحتكاك ومنعها البارحة هناك طائرة مسيرة روسية دخلت بالخطأ إلى الأجواء الرومانية ثم سقطت في كرواتيا ولم يتم اعتراضها من منظومة حلف الناتو قالوا أنهم يعرفون أن الموضوع يتعلق بخطأ بالتالي هذا الاحتكاك أعتقد أنه مستبدع وهذا ما يعنيه بايدن عندما يقول بأن الحرب العالمية الثالثة أنها مستبعدة وهذا ما فعله الأمريكان عندما رفضوا أن يجعلوا قواتهم النووية التابعة للحلف الأطلسي في حالته بردا على الإجراء الروسي لأنهم يعلمون أنه كارنفالي أكثر من الدول العظمى تتشابك وتشتبك مصالحها على الأرض وبالنسبة لها الضحايا هم فخار يكسر بعض مثل ما نحك الحرب الكورية كان عمرها ثلاث سنوات تصارع فيها الجيشان الأمريكي والروسي على خطوط النار ومع ذلك لم يتغطي أحد على الزرنه لكن مشكلة السيناريو حرب الطويلة الأمد أن الروس يكرهونه لأن هواجس كوابيس أفغانستان تستيقظ فجأة وهذا ما يعيدني إلى فكرة رفع الكلفة في أفغانستان لم يكن حلم السيايا هو إسقاط الاتحاد السوفيتي ولا ريغان ولكن رفعت الكلفة لدرجة التي أسقطت الاتحاد السوفيتي فلذلك التاريخ القريب يذكر الأمريكيين أنه يا أخي بوتين عاملنا مشكلة وروسيا مشكلة كبيرة الآن أخطأ خطأ عمره باجتياح أوكرانيا فلنرفع عليه الكلفة والنرى هل ستسقطه هذه الفاتورة كما أسقطت من قبل بالحديث عن الكلفة نتحول إذن إلى الوضع الميداني في أوكرانيا حيث وصلت القوات الروسية مهاجمتها للعديد من المدن الأوكرانية وعززت مواقعها حول العاصمة كييف التي تستعد المعارك ويتوقع أن تكون الأسوأ منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وأعلنت أوكرانيا عن إرسال مركبات لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة ودعت القوات الروسية إلى وقف القتال وفتح الممرات الآمنة المزيد حول أبرز التطورات الميدانية في هذا الإنفوغراف ترجمة نانسي قنقر طيب أعود لك طارق ما هو السيناريو الأسوأ الذي تنتظره العاصمة الأوكرانية كيف؟ طبعا الخبرات العسكرية الروسية مشاهدناهم تجارب الحرب الروسية في الشيشان وسوريا يعني روسيا قوتها العسكرية ضخمة بشكل كبير الصورة على الأرض اختلفت تماما قوات البرية شباب صغار منذ خبرة قتالية لم يأخذ فعلا منذ تجربة التحاد السوفيتي لم يأخذ تجربة حرب حقيقية وتقدم التكنولوجيا للعسكرية للجيش الروسي أقل بكثير من المدرسة الغربية لذلك السيناريو الذي ينتظر كيف؟ ينتظر أوكرانيا على المدى الطويل هو تدمير يعني أوكرانيا للأسف يعني خسرت ككيان سياسي موحد خسرت كثيراً حتى لو تراجع الروس وهذا الذي سيحدث حرب السنزاف طويلة تركع الروس وتخفض سقف مطالبهن لكن لا يمكن صعب تصور أن ترجع أوكرانيا ككيان موحد من دون أن يطوله التدريب والتدمير والخراب ولذلك وهذا يعني يمكن لو في فرصة أخرى نتحدث عن الخطأ الاستراتيجي الذي يقع نحن على مسألة في الأسبوع الثالث نهاية الأسبوع الثالث من هذه الحرب هل يمكن أن تقول أن روسيا فشلت في اقتحام كيف أم أن روسيا لم تريد اقتحام كيف؟ روسيا لم تريد اقتحام كيف كما تفضل أستو طارق العسكرية الروسية لديها معتقدات راسخة وثابتة سياسة الأرض المحروقة التدمير الشام وتتأهب لذلك بالممرات الآمنة عندما ترى تعلن نزار الدفاع الروسي على فتح ممرات آمنة فهذا تهيئة لعملية إبادة الحرث والنسل وسأقول لك لماذا الممرات الآمنة الهدف منها إخراج المدنيين أولا حتى لا تكون هناك فاتورة باهضة حتى لا يقال بأن الجيش الروسي يقتل المدنيين ثانيا جعل المدافعين يقاتلون من دون ظهر عندما لا تدافع عن عائلتك فأنت لن تدافع بنفس القدرة هذا حدث في كروزني كما تفضل الأستاذ طارق وحدث في حلب وسيحدث في كييف صور الأقمار الصناعية التي كانت تشير إلى وجود رت العسكري روسي طويل طول 60 كيلو متر وأن هذا الرت الآن يتموقع حول المدن حول مدينة كييف يتضمن مدفعية صواريخ جرات مدرعات والقوة البرية الروسية على الأقل عدديا وليس تكنولوجيا هي أكبر من كل دول النيتو مجتمعاتها عدديا عدد الدبابات والمدفعية إلى آخره هذا إعداد للخطة هذه لم تكن خطة الروسية الأصلية هنا لست خبير عسكري ولكن نقرأ مشاهدات على الأرض الخطة الأصلية كانت تقدم سريع دخول سريع للمدن وقد فشلت منذ البداية في خار كييف في الشرق 40 كم فقط من الحدود الروسية لماذا فشلت؟ لأن الأوكرانيين دافعوا بشراسة وكانت لديهم عدا عن الدافع والوازع كانت لديهم آليات الدفاع طيب لماذا لن نفشل في كييف إذن لما فشلت في مدن أخر لأنه في كييف ستكون هناك خطة أخرى لم يكن هناك اقتحام في كييف كان هناك محاولات التحام قليلا في الشمال المدينة في أربين تحديدا عملية الاتفاف على المدافعين على المدينة ولكن لم يكن هناك أبدا معركة حاسمة فاصلة كبيرة في كييف وستكون هذه المعركة متى ستكون؟ عندما يتأكد الروس من أن أكثر من نصف سكان المدينة قد غادروا وهذا حدث بالفعل يعني عمدة كييف يتحدث فيتالي شينكو يتحدث منذ الأمس عن أن المدينة أصبحت أشباح بمدينة أشباح ثانيا عندما يتأكد الروس من أنهم أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم وهذا يحدث الآن صور الأقمار الصناعية على الأقل تؤكد ذلك سيبدأ القصف المدفعي معززا بالقصف الجوي وبعد أيام من القصف ومن تسوية الكل بالأرض يبدأ الاقتحاد هذا هو الثابت في كل مسار العسكرية أنت ذكرت نقطة هم سيد عبد الله وهي فكرة الممرات الأمنة سيسترق الممرات الأمنة في الحقيقة هي ذات سمعة سيئة في مثل هذه الحروب كلما استمعنا إلى لفظة ممرات أمنة تعرف أن هناك مدنيين ستم قتلهم بحجة الممرات الأمنة هل نجحت هذه الممرات الأمنة؟ هل كانت أمنة بالفعل في الأيام الماضية؟ هو فيه تعثر كبير طبعا الممرات الأمنة روسيا تنسخ تجربتها في سوريا يعني الممرات الأمنة كانت واحدة من استراتيجيات الحرب روسية كما تفضل الأستاذ منها تفكريت البيئة الحاضنة للمقاومة ومساومة أيضا مع المقاتلين الممرات الأمنة مقابل الاستسلام طبعا مشكلة الروسية أحيانا فائض القوة يقود إلى غرور في القوة ويقود إلى اضطراب في القراءات كما قلت السيطرة الأوكرانية ليست مهمة صعبة الأوكراني ليست جيش متقدم أصلا الهوية الأوكرانية نفسها فيها مشكلة ولا يوجد عليها إجماع والجيش والبناء البروكراطي للدولة الأوكرانية ما زال يعاني من القسام أصلا لذلك ليس الجيش الأوكراني بالمتقدم على مستوى الجيوش الغربية وحتى مستوى الجيش الروسي الاحتلال امساك الأرض سهل وربما وقالها مدير السياي النثرة الأسبوع القادمة ستكون شديدة القتامة بالنسبة للأوكراني إنه يعرف تماما ما هو الاستراتيجية الروسية الحرق المباني والشجر والحجر والقصف للقوة النارية للروسية يعني هائلة جدا لكن مشكلة الروسي أنهم سيقعون بعد هذا الاحتلال طب ما هو مشروعكم الآن بعد احتلال الأوكرانية إنزال حكومة في البراشوت من فوق وإدارة الحياة المدنية من سيحمي هذا الحكومة لا يوجد للجيش الروسي إذن ستطلب منك وجود عسكري لا نعرف إلى متى يعني لا يوجد استراتيجية خروج لروسيا حقيقية غير وضحت المعالم عاد عن اضطراب أصلا ما هو السيناريو الروسي إن كان الغرب يريد استنزاف روسيا ورفع الكلفة كما تفضلت ماذا تريد روسيا الآن؟ أنا أعتقد أن روسيا لديها مخطط بعيد الأمد على الأقل بعد فشل العملية السريعة الأولى وهو تقسيم أوكرانيا إلى ثلاث دولات دولة في الشرق يحكمها الانفصاليون في دونباس وتتجاوز حدودها حتى ماريوبول ولذلك نرى معركة شديدة في ماريوبول من أجل السيطرة عليها ولم تدخل في طار الممرات الأمنة التي تحدثت عنها لأنها خط أحمر بالنسبة للانفصاليين في دونباس فهي الجائزة الكبرى هذه الدولة ستمتد إلى أوديسا التي لم تدخل الآن إلى المعركة وهي آخر ميناء أوكراني على البحر الأسود من أجل عزل أوكرانيا على الأقل الكتلة البحرية منها عزلها تماما عن باقي المنطقة منطقة وسطى هذا ما تريده موسكو منطقة وسطى محايدة من زوعة سلاح تتضمن العاصمة كييف هذه المنطقة هي التي يجري لإعداد الهنان عبر العملية العسكري منطقة غربية ستكون هي ملاز زيلنسكي والأقوميين الأوكران عاصمتها ليفيذ والكثير من السفارات الغربية انتقلت أصلا إلى ليفيذ الآن التي لا تبعد سوى 40 كيلومتر أنا أتيت من هناك قبل أربع أيام أو خمسة والمشاهدات الميدانية ما تشاهده على الأقل على النقاط الحدودية أن تترى أمة بأكملها يتم تهجيرها كأن هناك محاولة لإفراغ مناطق شاسعة من السكام من أجل الإعداد لشيء ما يتم طبخه لكن كما تفضل الدكتور طارق الإشكال الحقيقي هو ليس الاحتلال يوم اثنين في الاحتلال ماذا ستفعل أنت أتيت لتخلص الأوكرانيين من النازيين ومن القوميين كما تقول الدعاية الروسية الآن الأوكرانيين أصبحوا مشردين النازيين ستقتلهم بالقصف والغارات ومن ستحكم في النهاية هذا أعتقد أنه نعم أشكركم شكرا جزيلا في الاستوديو عبدالله والتسيدي الكاتب والإعلامي وأطرق نعمات الكاتب والإعلامي شكرا جزيلا لكم